المتابعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المكتبة المهرية الذي نسلط فيه الضوء على مراجع ومصادر وكتب من المكتبة المهرية كتاب اليوم هو كتاب بلاد مهرة في صحافة الزمن الجميل لمؤلفه علي عمر عبد الرزاق بن عويض الجعفري وقد ظهر الكتاب مطبوعا في العام 2022 هذا العام عن مطابع المنار الحديثة للأوفيست بالمكلة حضرموت في 384 صفحة من القطع المتوسط الكتاب عبارة عن مقالات كتبها المؤلف في الصحف اليمنية ويتألف من ثلاثة فصول الفصل الأول بعنوان المهرة في الصحافة اليمنية احتوى مجموعة مقالات تتحدث عن معاناة المهرة وأبنائها من الإقصاء والتهميش في الحكومات المتعاقبة كما دعا الجهات المعنية إلى إعادة النظر وإصلاح ما يمكن إصلاحه أما الفصل الثاني فأسماه المؤلف كأس الموازنة وهو مصطلح رياضي أراد الكاتب من خلاله الحديث عن الفساد والتسابق في الحصول على أكبر الصفقات كما اصطلح على ذلك بما يشبه البطولات الرياضية التي تكون السماء البارزة فيها التنافس المحموم والذي يصل إلى إسقاط المنافسين ليتوجه بطل واحد في نهاية البطاف وأثار المؤلف في هذا الفصل تساؤلا مهما هو عندما يكون القاضي فاسدا هل يصبح حكمه نافذا أما الفصل الثالث فقد كتب الجعفري فيه عن عدن بعيون العاشق الولهان وصلت الضوء على هموم أهلها وقضاياهم ظهر أبو غسان مؤلف الكتاب كما يعرفه أهل المهرة بهذه الكنية الغالبة عليه في هذا الكتاب كما هي العادة صاحب كاتبا ظهر كاتبا صاحب قلم سيال يطرح القضايا الشائكة بأسلوب كتابي قوي ورصين ممزوجا بروح الفكاهة في مواطن كثيرة كما ظهر صاحب شخصية لا تخشى في الله لوم تلائم ولا عجب أن تكون كلمة الحق سببا في إقصائه من بعض المسؤوليات فنحن نعيش في زمن تغلب فيه المجاملة في بعض الأحيان على الصواب وعلى الحقيقة باختصار سطر الكاتب علي عمر عبد الرزاق في هذا الكتاب خلاصة تجربته الطويلة الحافلة بالخبرات المتنوعة وهو كتاب جدير بالقراءة والتفحص والتمعن تمنياتنا لكم بقراءة ماتعة للكتاب الملتقى معكم يتجدد مع حلقة جديدة من برنامجكم المكتبة المهرية إلى ذلك الوقت نستودعكم الله وفي أمان الله اشتركوا في القناة